تحت رعاية معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملّى رئيس مجلس نواب تنطلق مساء غد السبت بالمنامة فعاليات المنتدى العربي الأول بعنوان التهديدات الإيرانية للأمن الإنساني العربي تحت شعار لا حقوق بلا أمن والذي تنظمه الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان وبحضور أعضاء مجلس النواب ومجلس الشورى والمجالس التشريعية الخليجية والأجهزة المعنية بالدول العربية والهيئات المعنية بحقوق الإنسان والتنمية وقد أكد عضو مجلس النواب جمال بوحسن على أهمية انعقاد هذا المنتدى من أجل التصدي للحراك الإيراني السلبي في المنطقة العربية وتعزيز الأمن والاستقرار وحقوق الإنسان في الدول العربية وللتأكيد على دعم الهوية الوطنية والجهود العربية لنبي ووقف مختلف الصراعات والنزاعات القائمة على أسس طائفية عقاد المنتدى في مملكة البحرين هو لأهمية مملكة البحرين في التصدي للتدخلات الإيرانية وما عانت به ومنه مملكة البحرين من هذه التدخلات الإرهابية وتغذية الإرهاب والمليشيات الإرهابية هذا ما حدا بالأخوة في الفدرالية العربية لحقوق الإنسان بين عقد هذا المنتقى في مملكة البحرين أهمية التوصيات هذه وفي هذا الوقت هو إعطاء صورة واضحة وصورة شاملة عن التدخلات الإيرانية وما تقوم به إيران في شل الحركة السياسية والحركة الاقتصادية والتنمية في الدول العربية نحن رح نرفع ثلاث توصيات في الحقيقة توصية سياسية وتوصية إعلامية وتوصية شعوبية وراح إن شاء الله نعلن عن المبادرة العربية لحفظ الحقوق والحريات اللي رح تنطلق إن شاء الله بكرة وهذه من أهم التوصيات دعوة عامة وأنا أناشد شعب البحرين بالمشاركة في هذا المنتدى المهم وهذه دعوة عامة من مجلس النواب لشعب البحرين للمشاركة والاستفادة من انعقاد هذا المنتدى المهم في الحقيقة وفي هذا التوقيت وفي هذا المكان